صباح الخير لألكم أصدقائنا المشاهدين المحطة هلأ مع كلمة الفلك البداية بتكون مع الحمل اليوم تطور ليفت بحياتك العملية ونصحتنا لألك إذا أسلوبك العملي الحالي غير مشدي عليك تبدله سريعا إلى أسلوب ثلث أكتر بالتعاطي الثور ما تحط العراقية لليوم الديماك إذا ناوي تقوم بشغل يقوم فيها بكل قلب كبير بكل صبر بكل محبة وما تتطلع لكلام الآخرين لأنه كلم الناس لا بيقدم ولا بيأخر الجوزاء ناطر إشارة وبعضها بيتصرف وفينا نقل لك كله رح يكون على بياض إذا فعلا أنت أخذ بعين الاعتبار طريقة التصرف السليم والصحيح ابتداء من الصباح الباكر السرطان لازم تاخد بعين الاعتبار أرأى الزملاء خاصة إذا حسيت أنه هيدا الشغل بده تشتشد مثل ما بيقوله لازم تكون رصين ورزين أكتر بما كان العمل وتحاول تقطف إنجازات ولو كانت صغيرة اليوم الأسد ما كانك راوح لا تقدم يذكر بالنسبة للعمل حابب الأسد هيك عبيله يغير عمل يكون فيه مدود مادة أفضل ولكن هالفترة راوح مكانك بانتظار الأفضل العزراء كثير عم بيضيق من روتينية الأيام الروتين القاسي والمدمر وبدو حاول يخلق أفكار جديدة برك بيقلوا بالصفحة لأمور أجمل بالحياة الميزان اليوم بدك تفكر بطريقة غير ملتبسة وإذا فيه أشخاص بيضيقوك تحاول تبتعد عنهم كون مع الأشخاص اللذيذين المهضمين الإيجابيين يلي بيعطوك زبزبات إيجابية وبتاعت قدر الإمكان عن الأشخاص السلبيين العقرة بليون بفخر بقراءه بيقول كلامه البده يقوله عن سابق تصور وتصميم شاء من شاء وأبا من أبا عنده ثقة بنفسه وعارف حاله شو عم بيحكي ولوين بده يوصل القوس مرمي حلوة النتائج يلي بدأ تصله من خلال عمله وجهده المتواصل نتائج مرجوه وبمكانه السليم اليوم أهم شي تعمل اللي بيرضي ضميرك اللي بيرايحك قبل ما تعمل اللي بيرضي الأشخاص الآخرين الجدي غير أنك ماسك بزمام الأمور بمكان العمل بس بدك تخفف لنا شوية حدة بالتعبير شوية توتر شوية أوقات صريخ لأنه هيدا الأمر دايما بيكون سلبي عليك وعلى الآخرين حاول تكون أنت وحاول تشتغل كل عملك بطريقة متكاملة ولكن بدنا نخفف حدة التوتر وإلى الدلو الضليع اليوم بفن أصطداقة يلي بيكون الصديق وأتضيق وحلال المشاكل وفعلا رح يوقف بالقرب من أناس هني بدهم ياه وبدهم يكون إلى جانبهم ويدعمهم وأخيرا إلى الفوت زهق من تراتبية المواقف زهق من عمله يلي ما عم بيعطي نفع مادة كتير كبير مشين هيك اليوم بتلاقوا الحوت مشغول بتقديم يمكن وراءه على مؤسسات تانية أو بأفكار جديدة ليطلع منه مردود مادة أفضل لأنه المردود الحالي في خبرين كان منوصل لمولود اليوم لنقولها بي بيوش دي لكل الأشخاص يلي خلقوا بمثل هنهار مولود اليوم حيوي بيعطي بده يتواصل مع الآخرين ما عنده أبدا شار بقلبه والمحب تلاقي قلبه يطمح إلى مراكز وعلوات وقد يصل بجزء تاني من حياته محب للمغامرة يكره الكذب يكره الخضيع واللف والدوران بيعيش حياته متل ما هو بده وبحب الرواء كتير تحياتنا لكل موليد اليوم جراسيا يعود إلى أصول لاتينية وبيعني الشاكرة جراسيا عنيدة ديناميكية عصبية تميل إلى الأمور الواضحة الصريحة كتير بتروح بالروحانيات وبهمة تلعب الروحانيات دور كتير كبير بحياتها هي بحاجة إلى أنه دايما يكون في حدا حدا لا يحسسها بالدعم تموحة مقربة من القلوب تبتعد عن الإنسان المسيطر والمتطرف تحياتنا لكل جراسيا عم بتتبعنا هيدا كل شي مع تمنياتي أنه تقدم معنا أوقات حلوة بي بي